كل ما تروح تقول لوالدك انا عايز فلوس او يا بابا انا خارج مع صحابي بقولك روح من وش دلوقتي حاس ان انا مصدع سيكا عايزين نعرف الصداع ده بيدي من ايه وايه سببه وفي سلسلة في العيادة النهاردة عايزين نحط ايدنا على الوجع فيلا بنا نشوف ومساء الخير اصدقائي مساء الخير متابعين قناة ديبتور هيرو دي الحلقة التانية من سلسلة في العيادة في السلسلة دي وعدناكوا بان احنا ننقلكوا من البيت للعيادة ونتكلم كده ازاي الدكتور بيفكر لما يشخص الامراض في حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم على ازاي ممكن تفكر لما جيلك صداع وايه الحاجات اللي ممكن تيجي في ذهنك او مين الدكتور الافضل بانك تروح له او ايه التخصص اللي محتاج انك تروح تكشف عنده عشان ما تروحش في حتة وتلاقي بان الدكتور ده مش تخصصه او المشكلة اللي عندك مش محتاجة اصلا انك تروح لدكتور ولكن قبل ما نبدأ الحلقة شكرا جدا على الدعم اللي بيوصل على القناة اسناء تصوير الحلقة احنا دلوقتي عشرين الف مشترك فشكرا لكل حد دعم القناة ولو بلايك اول حاجة عايزين نتكلم فيها وهي ان الصداع مش مرض الصداع ده مجرد عرض يعني سبحان الله ربنا في جسمنا خلق لنا بعض الاشارات او بعض التنبيهات اللي بتخلينا ناخد بالنا ان في مشكلة حصلة جوه فالصداع زيه زي السخونية هو عبارة عن عرض لما بحس بالصداع فاكيد في مشكلة ففي الفيديو ده ما تسناش مني بان انا اقولك انت حتاخد دول فلاني والدول فلاني والصداع حيروح لان الصداع اصلا مش مشكلة بحد ذاتها المشكلة اللي وارا الصداع ففي الفيديو ده حنحلل مع بعض ايه هي اسباب الصداع وايه اللي يخليني اروح لدكتور او ايه التخصص المفروض اروح له لما احس بالصداع فواحدة واحدة كده نشخص مع بعض ونشوف الصداع ده ورائي واول حاجة نبدأ فيها واللي هي الاخطر اللي المفروض لما تحصل عندك مع الصداع تتوجه على طول للمستشفى لو كان موجود عندك ثلاث أعراض مع بعض الصداع مع قياء موجود لفترة طويلة أو كنت بترجع لفترة طويلة أو كان معها تخشيك في الرقبة أو مش قد تتحرك رقبتك في الحالة دي لو تردت دول مع بعض لازم تتوجه للمستشفى عشان يتعاملوا معاك باحترافية أكتر أو لو كان موجود عندك أي عرض له علاقة بالجهاز العصبي زي إنك فقدت الواعي أو دخلت في نوبات تشنج أو أي حاجة لها علاقة بالجهاز العصبي في الحالة دي برضو لن نتوجه للمستشفى لو كنت معادي الأربعين سنة في السن أو لو كان الصداع جالك فجأة وبشدة قوية جدا ففي الحالة دي لازم تتوجه على المستشفى عشان ما نهملش الموضوع وبعدين نروح للمستشفى بمضاعفات أكبر من كده دول الحالات اللي مفروض نروح بهم المستشفى على طول ولكن إحنا النهاردة حنناقش الحالات التانية اللي بتبقى بتجيلنا كده من فترة لفترة أول حاجة المريض ما ببقاش أخد باله منها مع الصداع وهي أن الصداع ده مرتبط بمشتلاف النظر يعني لما بيجي بيقرأ كتاب لما بتفرج علاماتشة على الشاشة لما بيقعد على الكمبيوتر بحس أنه مصدع في الحالة دي لازم يتوجه لطبيب عيون عشان يعمل كشف نظر لأن غالبا بيبقى مع المشتلاف الرؤية أو أو مشاكل للرؤية والنظر بيبقى معاها صداع أو لو كنت بتتعرض للصداع لما بتعمل حاجة بعينيك يعني لما تقرأ أو لما تستخدم الموبايل أو لما تستخدم الكمبيوتر فرجاءً توجه لدكتور عيون لأنه لو حل مشكلة العيون الصداع حيروح ثاني حاجة برضو المريض بحس بيها مع الصداع وهي الصداع اللي ناتج من المشكلة في الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية وجعها غالبا بيبقى في الحتة دي أو في الحتة دي لأن في عندي هنا جيوب أنفية وفي عندي هنا جيوب أنفية طيب إزاي أتأكد لو أنت ضغطت عليهم الوجع حيزداد أكثر أو لو أنت بتركع أصناء الصلاة ونزلت دماغك كده حيبقى الألم بزيادة فلو عندك ألم معدى المفروض تتوجه إلى طبيب الـ ANT أو طبيب الأنف والأذن والحنجرة في الحالة دي هو حيعالج لك الجيوب الأنفية وبالتالي لما الجيوب الأنفية تتعالج الصداع اللي ناتج عنها حيروح ثالث مشكلة برضو بتعمل صداع وفي الحالة دي برضو حنتوجه لدكتور الأنف والأذن وهي مشكلة الأذن لو في أي مشكلة في الأذن في الحالة دي لازم تركز مع إفرازات ودنك أو هل في عندك وشف ودنك في وجع فودانك في أي إفرازات بتخرج منها في الحالة دي صداع حيبقى ناتج عنها في الحالة دي برضو حتتوجه لطبيب الأنف والأذن والحنجرة وهو لما يحل مشكلة الالتهابات اللي في الأذن أو المشاكل اللي في الأذن الدنيا حتتحل من ناحية الصداع المشكلة اللي بعدها وهي مشكلة السنان غالبا الناس مkräفتّ pixا pixels وبنية مرتبطة بالصداع ولكن خد بالك لو عندك اي شعور بالألم اثناء شرب الميّة او الاكل فدة معنى ان الصداع لا يكفي جorte من مركز من المشكلة في الطن فالولو نارت لدكتور اسنان وعليجت المشكلة اللي بالالسنان فالصداع سيرвер المشكلة اللي بعدها والاشهر وهي مشكلة نازلات البرد او مشكلة لو حصل عندك رiche satisfaction او حصل عندك وجع في الحلق او في الزور او حصل عندك اي مشكلة بتدل ان ده برد فده معناه بان الصداع ده ناتج عن البرد او عن عدوى فيروسية فلما نعالج لعدوى الفيروسية موضوع الصداع بازن الله حيروح. المشكلة اللي بعد كده ولا انا مش فاكر هي رقم كام وهي الامساك المزمن. لو انت حصل عندك امساك يومين تلاتة اربعة ما بتعملش حمام براز نهائي وحصل عندك صداع فكون متأكد بان المشكلة هنا جاية من الامساك. لو انت خدت ملينات وحلت مشكلة الامسا او اعتمدت على نوع من الاكل اللي فيه فيبرز او فيه الياف اللي بسهل من عملية التبرز والامساك راح فحتلاقي الصداع راح بعدها على طول. ودلوقتي جي توقيت اكتر حاجة بتتقال وهي الضغط. لان انا مصدع فانا ممكن يبقى عندي مشكلة في الضغط. الحتة دي سهلة وممكن نتغلب عليها وهي ان احنا نقيس ضغط المريض. لما قيس ضغطه فسواء لقيته واطي او عالي ومعا صداع فحيبقى السبب هو الضغط ده. فلو واطي وانا زودته او هو عالي وانا قللته فالدنيا هنا هتتزبط بازن الله والصداع حيروح. لو طبعا الشخص ده بيعاني من انخفاض فضغط الدم لمدة طويلة او ارتفاع لمدة طويلة فلازم يتوجه لدكتور قلب يزبط له الدنيا او دكتور بطنة يزبط له الدنيا. والمشكلة اللي بعد كده وهي الانيميا او فقر الدم. بان يبقى فيه كمية هيمجلوبين او كمية كرات دم حمراء قليلة فبالتالي بتعمل صداع. المشكلة دي ممكن نحل لها بان احنا نعمل صورة دم كاملة او تحليل س بي سي. لما اعمل تحليل سي بي سي فحشوف هل في انيميا ولا لا. لو في انيميا لما اصلحها فالدنيا هتتزبط والصداع بازن الله حيروح. لو ما لقيتش اي مشكلة عندك من المشكلة اللي قلناها قبل شوية فلسة في عندك نوعين من الصداع وهو الناتج عن الضغط العصبي او الصداع النصف. الصداع النصفي غالبا بيبقى له معاد معين وغالبا بيجي في نصف الرأس. وبيبقى قبله الشخص عارف ان هو حيديله النوبة اهي. او نوبة الشقيقة حديله اهي. وده له علاجه. اما بالنسبة للصداع الناتج عن الضغط العصبي فده غالبا بيجي بالليل وبيمسك مقدمة الرأس والنحية اللي ورا. مؤخرة الرأس ومقدمة الرأس. طيب احنا قلنا كده اسباب كتير اعرف افرقهم ازاي او لما يجي لصداع اعرف ده ازاي بكل بساطة انت لو عندك اي عرض من اعراض الخطيرة اللي قلناها في الاول فالمفروض تروح المستشفى على طول كحالة طوارئ. لو ما كانش في اي حاجة خطيرة فبعد كده هتبص على التمن اسباب اللي احنا قلناهم. وهما عندك العينين بعد كده الجيوب الانفية بعد كده الاذن والاسنان. كده اربعة لسه اربعة. الامساك المزمن او لو كان في دور برد لو كان في انيميا او في مشاكل في الضغط. كل واحدة منهم هتشك عليها كده وتشوف هل فيها مشكلة ولا لا. لو ما كانش في اي حاجة من دول فما تنساش اخر اتنين وهم الصداع النصفي اللي بيجي في وقت معين غالبا والصداع الناتج من الضغط العصبي اللي بيجي غالبا بالليل. والحاجتين اللي هنحتاج نعملهم تحليل هو الضغط. هنقيس الضغط عشان نشوفه هل مرتفع ولا مرخفض ولا مزبوط. وهنعمل تحليل سي بي سي او صورة الدم الكاملة عشان نشوف هل في انيميا ولا لا. وبس كده اتمنى الفيديو يكون عجبكو والسلسلة دي مفيدة بالنسبة لكم. ولو حابين نكمل في السلسلة دي اعملوا لايك واتتبونا في الكومنتات. ولو ما اشترتش على القناة فخلاص بقى احنا داخلين اهو على الخمسين الف دا ان شاء الله في سرعة البرق. ربنا يصر الحال واشوفكم على خير ولو حتبتوا حاجة ادوا العيش تخبازه. اشتركوا في القناة